السلام عليكم و أهلا وسهلا بكل زمولاء العزاء في دورة السكشن الأناتومي أوف زابرين في الجزء الثالث هنتكلم عن حاجة اسمها سيستيرنس و دي عبارة عن أحواض مليانة بسائل CSF اللي هو السائل الدماغي الشوكي إحنا في الجزء الأولاني اتكلمنا عن المنينجس اللي هي لغشية صحائية و قلنا أنه هما ثلاثة ديوراماتر و أركنويد ماتر و بايا ماتر و قلنا أن في حاجة اسمها ديرا الفولدس والديرا الفولدس دي هي الفلكا سريبراي و تنتوريام سريبلاي الفلقا سريبراي بيكون موجود في المنتصف بيفسل ما بين الريا سريبل الهيميسفير و الليفت سريبل الهيميسفير والتنتوريام سريبلاي بتكون موجودة ما بين السريبرام و السريبلام و جينا في الجزء الثاني و تكلمنا عن Babylon System و قلناというchaob Systhesin و إن Hello Ventricular System بتكون من حاجة اسمها Ventricals و الفنتريكل دول عادتهم أربعة 2 lateral ventricles 3rd ventricles 4th ventricles وبيوصل ما بين 3rd ventricles قناعة موجودة ما بين 4th ventricles interventricular foremen اسمها foremen of Monroe وبيوصل ما بين 4th ventricles 4th ventricles aqueduct اسمها cerebral aqueduct أو aqueduct of sylvius والCSF بعد كده بيخرج من 4th ventricles بواسطة 3 قنوات قناعة موجودة على الجدال الخلفي median aperture اسمها foremen of Magin D وقناعتين موجودين على جانبي force ventricles lateral aperture اسمهم foremen of Lushka والcentral canal اللي هي القناعة المركزية اللي بتنقل الCSF بعد كده من force ventricles للspinal cord والforemen of Magin D بتنقل الCSF من force ventricles للcisterna magna واللي هنتكلم عنه النهاردة وبرضه foremen of Lushka بتنقل الCSF من force ventricles للcerebellum anglicisterna وبرضه هنتكلم عنه النهاردة لو جينا نطبق الكلام ده معنا صورة axial view MRI بتوضح لنا lateral ventricle ده anterior horn وده anterior horn بتاع lateral ventricle بيوصل ما بينهم وما بين الجزء ده هو anterior ventricle اسمها foremen of Monroe وهنا lateral ventricle وده anterior ventricle بيوصل ما بينهم قناعة اسمها anterior ventricle foremen وما بين anterior ventricle والforce ventricle aqueduct اسمها cerebral aqueduct أو aqueduct of sylvius وقادي المedian aperture اللي هي foremen of magindi بتنقل CSF لل cisterna magna ودي central canal اللي بتنقل CSF من force ventricle الى spinal cord كان المفروض في الجزء التاني نتكلم عن حاجة اسمها croed plexus والcroed plexus بتكون موجودة داخل ventricle system وهي عبارة عن شبكة من blood vessels والnerve cells بيطلق عليها اسم croed plexus ووظيفتها هي انها بتنتج CSF عادة الكرويد plexus بيكون في جزء منها calcified وده بيخليها واضحة جدا في صور ct فدي عندنا coronal view لct بتوضح لنا الكرويد plexus داخل lateral ventricle الجزء الابيض ده بيكون calcified وهو الكرويد plexus هنا نفس النظام في axial view بنلاحظ في lateral ventricle جزء calcified اسمه croed plexus وده شكل الكرويد plexus داخل lateral ventricle النهاردة هنتكلم عن السيستيرنس وهي عبارة عن أحواض مليانة بيسائل اسمه CSF المنطقة الموجودة ما بين الاركنويد والبياماتر بيطلق عليها اسم subarachnoid space وده بتكون منطقة ضيئة نسبيا ومليانة بالسائل اللي هو CSF وبتحيط بالbrain والspinal cord وبتحتوي على مناطق بتكون واسعة نسبيا بيطلق عليها اسم سيستيرنس يعني المنطقة دي اللي فعل اسهم باللون الابيض اسمها subarachnoid space بتحيط بالbrain والspinal cord بتحتوي على مناطق واسعة نسبيا زي الجزء ده كده والجزء ده كده والجزء ده المناطق دي اسمها سيستيرنس الاجزاء الواسعة في منطقة الصابرachnoid space بيطلق عليها اسم بيزل او subarachnoid سيستيرنس وهي عبارة عن احواض مليانة بالسائل CSF السيستيرنس عمتا بتتسمى بناء على الاعضاء المحيطة بيها فعلى سبيل المسال احنا عندينا بيتكون من سيريبرال بيكون موجود ما بينهم سيستيرن السيستيرن ده اسمه interbed magnetic system وبرضه الجزء ده بيحتوي لحاجا اسمها optic كيازن فيطلق على السيستيرن اسمه cясmatic cistern وبيكون موجود فوق حاجا اسمها سلة فبرضه بيطلق عليهم اسم يعني السيستيرن ده ليه اسم من صبرى سيلر سستيرن اللي انه موجود فوق السلة وبيطلق علي اسم كيازماتيك سستيرن اللي انه موجود فوق الأوبتيك كيازم اول سستيرن هنتكلم عنه هو السستيرنة ماجنة والسستيرنة ماجنة هو واحد من اكبر السستيرنس الموجودة في الدماغ السستيرنة ماجنة بيكون موجود في اللور بستيريول فصة وبيكون محاض بكل من المضالة قبلونجاتا يبقى دي المضالة بلونجاتا والسريبيلر هيمسفيرز ده السريبيلر هيمسفيرز ده الراية سريبيلر هيمسفير وده الليفت سريبيلر هيمسفير وده السستيرنا ماجنة وبيكون محاط بالأكسيب تالبون الجزء ده هو الأكسيب تالبون يبقى احنا عندنا ده السستيرنا ماجنة بيكون موجود قدامه المضالة بلونجاتا وموجود على الجانبين سريبيلر هيمسفيرز وموجود على الجانب الخلفي الأكسيب تالبون اللي систرنا مجنب يكون متصل مع منطقة الأسبرderknitSpace of the Spinal Cord نيجي بعد كده للإنتربدانكلر سيسترن الإنتربدانكلر سيسترن بيكون موجود ما بين السريبرال بدانكلز of the midbrain يعني الجزء ده اسمه midbrain بيقع ما بينهم سيسترن اسمه إنتربدانكلر سيسترن بيكون متصل بعد كده من أسفل مع سيسترن تاني اسمه preclienting system نيجي بعد كده ال consistent system البريبونتين سستيرن بيكون موجود قدام البونز يعني الجزء ده اسمه بونز بيقع قدامه سستيرن اسمه بريبونتين سستيرن الجزء ده اسمه بونز السستيرن اللي قدامه هو البريبونتين سستيرن البريبونتين سستيرن بيكون متصل على الجانبين بسستيرن تاني اسمه سريبيلوبونتين أنجل سستيرن السريبيلوبونتين أنجل سستيرن بيقع ما بين البونز والسريبيلوم علشان كده بيطلق عليه اسم سريبيلو بنتاين أنجل سيستيرن السريبيلو بنتاين أنجل سيستيرن اختصاره CBA ويحتوي على أجزاء مهمة زي الكارينيال نيرف الخامس والسابع والثامن ويحتوي على السوبرير والأنتيريور إنفيريور سريبيلر أرتريس نيجي بعد كده للسيستيرن تاني اسمه أمبيانت سيستيرن الأمبيانت سيستيرن بيكون محيط بالميت برين من الخارج إبقى احنا عندنا الجزء ده هو الميت برين بيكون موجود قدامه سيستيرن اسمه انتر بدانكلر سيستيرن وعلى الجانبين بيكون فيه سيستيرن اسمه أمبيانت سيستيرن وموجود خلف الميت برين سيستيرن اسمه كوادرجيمينال سيستيرن علشان ما نطلق باش أول ما نشوف الميت برين نعرف إن السيستيرن اللي قدامه اسمه انتر بدانكلر سيستيرن والسيستيرن اللي محيط بي اسمه أمبيانت سيستيرن والسيستيرن اللي بيكون خلف الميت برين اسمه كوادرجيمينال سيستيرن لكن لو نزلنا تحت شوية ولقنا البونز هنلاقي إن السستيرن اللي قدامها اسمه Bribontine Cystern والسستيرن اللي محيط بالBonts اسمه Serubilo Bontine Angle Cystern والجزء اللي موجود خلف البونس اسمه Force Ventricular يبقى أول منلاقي البونس نعرف إن السستيرن اللي قدامها اسمه Bribontine Cystern وبيكون محيط بالبونس سستيرن اسمه Serubilo Bontine Angle Cystern وموجود خلف البونس Force Ventricular لكن لما نطلع فوق شوية ونلاقي الميت برين بنلاقي ان السيستيرن اللي موجود قدام الميت برين اسمه انتربيدانكلر سيستيرن والسيستيرن اللي بيكون محيط بالميت برين اسمه انبيانت سيستيرن وبيكون موجود خلف الميت برين سيستيرن اسمه كوادرجيمينال سيستيرن السيستيرن اللي بعد كده هو الكوادرجيمينال قمنا انه بيكون موجود خلف الميت برين نيجي بعد كده لآخر سيستيرن وهو السبرسيلر سيستيرن او ما يسمى كازماتيك سيستيرن الجزء ده اسمه سلة تيرسيكا السلة تيرسيكا دي بيكون موجود داخلها البتويتري جلاند السيستيرن اللي موجود فيها اسمه سوبرى سيلر سيستيرن وعلشان المنطقة دي بتحتوي على الأوبتك كازم بيطلق عليه برضو اسم كازماتيك سيستيرن الكازماتيك سيستيرن بيحتوي على الأوبتك كازم وبيحتوي على السيركل أوف ويلز النزيف اللي بيحصل داخل منطقة السابر اكنيت سبيس بيطلق عليه اسم سابر اكنيت هومريتش واختصاره سي اي اتش والسبب الشائع للنزيف ده هو الربشارد أنيوريزم المرضى اللي بيكون عندهم النزيف ده بيعانوا من أصعب صداع بيمر عليهم في حياتهم لأن الدم اللي بيكون موجود في منطقة السابر وكنتزبيز بيعملت زي نظام مهيج أو مسير كيميائي للدماغ وبيسبب ارتفاع الانتراكرينيال بريجر وبكده نبقى خلصنا الجزء الثالث من الكورس سيكشن الأناتومي أوفزابرين الرابط الخاص بملف البي دي اف هسيبه لكم في الوصف تقدروا تحملوه من على قناة المختصر المفيد الموجودة على التليجرام اشتركوا في القناة